والآن عندنا السؤال الثاني من فقرات أتأكد صفحة 134 السؤال يقول أضع علامة صح على الأشكال التي يمثل جزءها الملون نصف هسا عندنا هنا أشكال والأجزاء الملونة بها إذا تمثل نصف الشكل نضع عليها علامة صح أصلا هذا السؤال محلول هسا لاحظوا معايا هذا الشكل هل هذا الجزء الملون باللون الأصفر هو نصف نصف هذا الشكل؟ لا ليس نصف الشكل لأن هذا مثلث مع مستطيل ليس نصف الشكل لاحظوا معايا الشكل الثاني هسا هذا الشكل مربع هذا الجزء الملون باللون الوردي هو نصف المربع فعلا نصف نصف الشكل كل ملون باللون الوردي لأن وضعنا علامة صح وجد علامة صح أيضاً عدنا الشكل الدائري هذا الجزء الملون باللون الأصبر هل هو نصف الدائرة خطأ هو ليس نصف الدائرة وأيضاً عدنا الشكل هذا المثلث هذا الجزء الملون باللون الأخضر هل هو نصف المثلث؟ هل هو نصف المثلث؟ لا هو أقل من النصف أقل من نصف المثلث لأن جزء قليل ملون بينه إذن هو ليس نصف المثلث عندنا هذا الشكل أيضا مربع تلاحظون اللون الوردي اللون الوردي هو نصف المربع هو نصف المربع ملون باللون الوردي إذن علامة صح هذا الشكل يمثل نصف المربع هذا الشكل يمثل نصف المربع عندنا هنا الساعة تلاحظون جزء الملون باللون الوردي نصف الساعة نصفها نصف الشكل ملون باللون الوردي إذن هذا نصف نسمي 1 على 2 نصف الساعة وضعنا علامة صح